بدأ خالد فاضل قيد محور تعز اليوم بإصدار قرارات ضد قيادات عسكرية يعتبرها خارج سيطرة المحور وعلى ارتباط بقيادات كبيرة مثل الشيخ حمود المخلافي وسالم وكان قد وجه قيادات الألوية والأمن العام والدوريات وأمن الطرق بتسليم تسعة متهمين بارتكاب جرائم في تعز وتضمن الأمر تسليم مطلوبين اثنين في اللواء مئة وسبعين دفاع جوي واثنين في اللواء اثنين وعشرين ميكا ومطلوب واحد في اللواء سبعة عشر ومطلوب في اللواء مئة وخمسة واربعين ومطلوب واحد في الأمن العام ومطلوبين اثنين في شرطة الدوريات وأمن الطرق وانتهت المدة التي حددها قائد محور تعز دون أي تجاوب من أي من القيادات التي تم توجيه الأمر إليها اشتركوا في القناة